استعدوا لتجربة لذيذة مع وصفة الكيك الطري أولاً لتحضير خليط بيض البيض نضيف في الوعاء بيض البيض السكر عصير الليمون ثم نحرك المكونات جيداً في وعاء آخر نخلط الزيت والحليب ثم نضيف دقيقة وصفار البيض ونخلط المكونات معاً بعد ذلك نضيف بيضة واحدة إلى الخليط ونحركها جيداً ثم نضيف ثلثة خليط بيض البيض ثم نسكبه فوق الكمية المتبقية من خليط بيض البيض نسكب الخليط المحضرة في صينية الخبز ويضع الخرن لمدة 60 دقيقة